كوشنر مهندس صفقة القرن وكل اللي حقوله معلومات وأخبار يعني في هذا الأمر دائماً أحب إن أنا أقول لحضراتكم معلومات اكتشف بعد مؤتمر البحرين إنه ما حصلش حاجة يعني لم يحدث مبهار يعني جاي قالك أنا جايب لكو خمسين مليار ومشاريعه بتاع لم ينبهر أحد واكتشف وأرجو كمان أقول لحضراتكم وإحنا كمان اكتشفنا إنه لا أحد على استعداد لمجارات كوشنر فيما يفعل يعني كان دايماً في كلام أصلاً أمريكا عايزة ولما أمريكا تعوز لا الأمر ليس بهذه السهولة فالتقارير اللي طلع من واشنطن أن هناك حالة إحباط وابتدوا يقولوا إيه يا جماعة غريبة جداً إحنا ابتدنا بالعكس ابتدنا بالاقتصاد وحنديكم خمسين مليار حتى أنا يومية قلت لهم إيه تاخدوا مية وخمسين وتجيبوا القدس يعني إذا كانت بفلوس يعني حنجيبلكوا فوق الفلوس دي بس دون أرضنا فأمريكا بتقول واشنطن بتقول المصادر الأمريكية بتقول اكتشفوا أن فكرة على الاقتصاد أولاً مش ماشي أولاً فيجب أن احنا نزوء الشكل الاقتصادي بتاع صفقة القرن وأيضاً يبتدي يبقى فيه كلام بقى في السياسة اللي هو بعد الانتخابات الإسرائيلية اللي هتحصل في شهر ستمبر يكون فيه خريطة سياسية فالأخ كوشنر وجاي معه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وعدد من الناس جايين يلفوا في المنطقة جايين يروحوا الأردن يروحوا مصر يروحوا إسرائيل واحتمال يبقى فيه جولة خليجية لأن صفقة القرن قد فشلت أو في سبيلها إلى الفشل عشان يكون دقيق لم تحدث الأثر المطلوب فكوشنر جاي تاني يقول لهم يا جماعة هو فيه إيه؟ إيه الموضوع اللي جاي بقى مش معلومة اللي جاي تحليلي واسمعوا ورمي زي ما انت يعني اهتم بيه أو ما تهتمش اليوم اللقاء بين الرئيس عبدالسيسي وبين جلالة الملك عبدالله وتصريح واضح مباشر سهل جدا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رفض المستوطنات والتوطين والتهويد فأخو كوشنر جاي في دماغه حاجة والنهاردة عندنا الرئيس بتاعنا وملك عبدالله ملك الأردن اللي هم من الدول المعنية بهذا الأمر الهام بيقولوا كلام واضح جدا احنا ما بنهزرش ما بنفردش في أرضنا ما بنقدمش تنازلات فالنهاردة ده تحليل النهاردة التصريح واضح جدا فالاخ كوشنر وقعد في طيارته دلوقتي وبياخد الإسبريسو بتاعه يفتح كده رويترز ويبصوا على التصريحات حيفهم الرسالة بالزبط على فكرة معلومة لحضراتكو برضو دي معلومة الأردن من أكتر المتضررين من صفقة كوشنر ليه؟ الأردن دولة تقريبا نصها من الفلسطينيين اللي هم نزحوا لها بعد الاحتلال في 67 فنصها فلسطينيين وفيه جزء آخر يعني اللي هم أخدوا الجنسية الأردنية وفيه جزء آخر موجود في الأردن لو صفقة كوشنر دي مشت ده معناه إنه هو عايز 30% فوق 50% اللي موجودين في الأردن يبقوا أردنيين أيضا فكل الناس رفضة فكرة التوطين الأردن رفضة فكرة التوطين يعني ايه؟ هم الإسرائيليين والأمريكان عايزين ايه؟ يا عمي عندي مثلا ده رقم للتبسيط أنا 100 مثلا المية الواحد بكام بألف دولار قدي مئة ألف دولار يعودوا عندك ما يرجعوش ده كل ده عشان سواد عينين الإسرائيليين وما يحصلش خلل في التركيبة السكانية الإسرائيلية لأنه احنا بنتكلم على من 3 إلى 5 مليون فلسطيني موجودين بره لو رجعوا ياخدوا حقوهم وياخدوا أردهم حتى في ظل الدولة الواحدة دول يبوا أغلبية فالأردن رافضة الكلام ده احنا مش هنوطن حتى لبنانيين رأسهم وألف سيء أنه لا يمكن حيوطنوا الفلسطينيين عندهم مهما كانت المبالغ أنت تتحدث عن أنك بترمي بالك علينا أنت عايز تحل المشكلة وتعمل لنا مشاكل على فكرة الفلسطينيين معززين مكرمين على دماغنا بس كضيوف علشان بعد كده يرجعوا لأردهم ياخدوا حقوقهم إنما كوشنر عايز دولة واحدة الفلسطينيين ما يرجعوش عاصمة موحدة الأماكن الإسلامية تبقى مع الأردنيين والأماكن غير الإسلامية تبقى مع الإسرائيليين وبقى نعمل طرق بين رامالله وبين غزة وتزدهر الدنيا وتبقى الحياة سعيدة ما حدش قابل الكلام تلك هذا الكلام غير مقبول ومصر كان موقفها واضح جدا فيما يسمى وهم حتى الأمريكان قالوا قالوا إن المصريين رفضين رفضا باتا فكرة إن إحنا ناخد حتة من سيناء ونحط فيها الفلسطينيين المصريين رفضين الكلام ده رفضا باتا فالخيال اللي موجود عن إخوة الأمريكان لازم يفهموا أن الزعماء والرؤساء العرب ما حدش فيهم عندوا الرغبة لأي سبب إنه يدخل في حاجة زي دي لأي سبب جايز بنتكلم عن آه ممكن تبقى العلاقات مع اسرائيل أفضل شوية مش عارف كل الكلام اللي الإسرائيليين بيحلموا باليه إنما أرض وتوطين وعدم عودة ونهاية الدولة الفلسطينية وإننا ندي كل حاجة للسرائلين محدش مستعد يمضع عن كلام ده يعني على الأقل حتى هم وقال لك عملوا حاجة غريبة جدا قال لك كوشنر معلش أنا آسف هطول في الحتة دي بس دي معلومات يعني مهمة يعني مش مهمة قاصد يعني متابعتها مش سهل كوشنر قال لهم ايه قال لهم هتولي كل ردود أفعال الإعلام بعد مؤتمر البحرين أنا عايز أعرف الإعلام العربي قال إيه عشان أنا ما بقول لكم إنه الحاجة اللي بتتقال في الإعلام العربي ممكن يكون ليه يعني أهو لو سمحتم أنا عايز أعرف الإعلام العربي بيقول إيه طبعا ردود الأفعال اللي جات له اكتشف إنه ما فيهاش حد مفصوط من اللي هو بيعمله أو سعيد بالأفكار هو طبعا هو حالم وصاحب نتانياو لأسباب كتيرة لا داعي للخوض فيها ويعني فاهمين إن الانتخابات جاية عشرين عشرين فعايز يرضي الإسرائيليين بعد ما دهم القدس وبعد ما هود الجولان طب وبعدين وآخرت فأنا بس حبيت أقول لحضراتكم إنه الأسبوعين الجايين الأخ كوشنر جاي ومعه زملائه حيلفوا عن منطقة يحاولوا تاني يشوفوا موضوع صفقة القرن ده هيحصل فيه إيه وابتدى يبقى فيه شبه إحباط عند الإدارة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر